تطمينات أمريكية لتركيا بشأن تسليح أكراد سوريا هو العنوان الذي يمكن أعطاؤه للقاء الذي جمع في لندن أمس وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس برئيس الوزراء التركي بنيالي يالديريم ماتيس أبدى خلال اللقاء ثقته بأن الولايات المتحدة ستتمكن من تجاوز خلافها مع تركيا بعد قرارها تسليح المقاتلين الأكراد السوريين كدعم لهم في جهودهم للتصدي لتنظيم داعش وإخراجه من معقله في الرقة وأكد ليلديريم أن واشنطن تتفهم قلق أنقرة بهذا الشأن وأنها حريصة على ضمان أمن تركيا ليس لدي شك بأن تركيا والولايات المتحدة ستجدان حلا لعدة اعتبارات وقد تم إلاء الكثير من الاهتمام لأمن تركيا وأمن أعضاء حلف شمال الأطلسي مع استمرار الحملة ضد داعش وتركيا ملتزمة بهذه الحملة كبقية أعضاء الحلف والدول التي اتحدت ضد التنظيم وترى واشنطن في قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري حليفتها الأكثر فاعلية في سوريا في الحرب ضد تنظيم داعش كما أكدت العديد من المصادر الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية أن الأسلحة التي سيتم تقديمها لهؤلاء المقاتلين سوف تقتصر على معركتهم في سوريا ضد التنظيم المتطرف وأنها لن تذهب إلى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا سنتأكد من أخذ الآراء التركية في الحسبان وسنحد من نقل المعدات إلى العناصر الكردية ونقتصرها فقط بالأهداف العسكرية وسنكمل الحوار مع تركيا على المستوى الحكومي والعسكري في المقابل يرى العديد من المراقبين أن تطمينات الأمريكية غير كافية إذ أن أنقرة عبرت مرارا أنها تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن امتدادا لحزب العمال الكردستاني الأمر الذي لن يزيل فتيل التوتر بين الولايات المتحدة والتركيا خلال الفترة المقبلة ميدانيا تواصل القوات الكردية إثبات نجاعتها في التصدي لتنظيم داعش وآخر إنجازاتها هو تمكنها من السيطرة على مدينة الطبقة الواقع على نهر الفورات بعدما كانت تحت سيطرة التنظيم منذ العام 2014 تقدم يعتبر استراتيجيا لهذه القوات ويسرع من تقدمها نحو الرقة